المعرفة والفضيلة واحترام التنوع والاختلاف قبل أن تكتمل حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تخض بعض الكتل السياسية حراكا لتمرير قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق مصدر في لجنة الأمن البرلمانية أكد أن أغلب أعضاء اللجنة يؤيدون مساءلة رئيس الوزراء برلمانيا بشأن تواجد القوات الأمريكية وأعدادها ومصيرها مشيرا إلى أن عبد المهدي هو المسؤول الأول عن البت في هذا الموضوع المصدر أضاف أن اللجنة ستقوم باستدافة عبد المهدي خلال الفترة المقبلة ويجب أن يكون لديه موقف رسمي تجاه التواجد الأمريكي النائب عن تحالف الإصلاح على الخزاعي من جهته قال إن عبد المهدي غير مسؤول عن التواجد الأمريكي وأن المسؤول الأول عنه هو رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي موضحا أنه من المفترض استجواب المالكي بشأن هذا الملف وأشار الخزاعي في الوقت نفسه إلى أن قرار التواجد الأمريكي يجب أن يكون قرارا برلمانيا لا قرارا حكوميا وفي سياق ردود الفعل حول الموضوع أيضا قال النائب عن فصائل العصائب أهل الحق حسن سالم إن القانون يجب أن يتم تمريره لأجل حفظ سيادة العراق خاصة وأن القوات الأمريكية بدأت تتجول في المحافظات العراقية مؤكدا أن القانون عراقي ولا دخل لإيران ولا أي تدولة فيه هذا بينما أكد زعيم اتلاف الوطنية إياد علاوي أن إخراج القوات الأجنبية ومنها الأمريكية من البلاد من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصرا مشيرا إلى أن على الحكومة الاتحادية أن تولي أهمية بالغة بشأن تواجد القوات الأجنبية في البلاد